طيب نهاردة حقيقة أنا أنا معجب جدا يعني قبل ما أطلع على هوا تباعة مواجهة أرسنل وشلسي قيمة لندن يعني ديربي لندن وأرسنل السنة دي عامل حلق عظيمة جدا يعني خدوا بالك إنه أرسنل مفووش النجوم الملعر التقيل لكن قدر يحط إيده على شوية مفاتيح لعب محدش كان يسمع عنه يعني مارتينالي مثلا خصوص طبعا جاي من الستي خصوص طبعا يعني مهاجم واحد من مهاجمين طبعا البارعين يعني تدرشوا أنه مهاجم مغمور ده مهاجم المتخبة برازيلي وكان عامل شغل كويس جدا مع الستي فصفقة تقيلة لكن مارتينالي أوديجارد يعني فيه كذا اسم كده ومناسبة النهاردة أنني شارك مع أرسنل في مواجهة شلسي ودي حاجة الحمد لله يعني كنت مستاني أشوف بقى أنني مع أرتات لكن الحالة اللي عملها أرسنل السنة دي وسط كبار كان طبعا في فترة من فترات من كبار الدورة الإنجليزي لكن قاعد سنين طويلة جدا وصبر على مشروع أرتتة سنين طويلة ومواسم يمكن 3-4 مواسم لغاية لما قدر يحط أو يرجع الأرسنل على الخريطة مرة تانية كيف تدار الأمور في الأندية الكبيرة وكيف تدار الأمور في الأندية الجمهرية عاجبني جدا تجربة شلسي عاجبني جدا تجربة سوري أرسنل والمستوى اللي وصل ليه السيزن ده تحديدا مع أرتتة أرتتة اللي بيقول أنا مشروع مدرب عالمي وكبير يعني هو كان في يوم الأيام أسستنت أو مساعد لبيب جارديولا ويبدو أن يستفاد من التجربة دي جدا وبيقدم لنا مشروع مدرب أو واحد من المديرين الفنين اللي هيكونوا في يوم الأيام اسم كبير لكن هل يقدر الأرسنل ياخد المشوار هل صاحب نفس طويل ويقدر ينافس السيتي السنة دي مقدم موسم يعني ولا أروع يعني مباراته الأخيرة بتقول بعشرة بيلعب 65 دقيقة لمدة عشرة وعنده إصرار كبير جدا على حسم المباراة وقد كان طبعا على إيد الدبابة النرويجية إيرلينج هالن